أعوذي أولاني وحاطرة ييميس مرحبا رحما تحليل بي الوحدة الثانية عشر تلوز بالمبيدات بيستسايد بوليشن نواصل شرع محتويات هذه الوحدة واليوم في هذا المقطع نتناول المبيدات ونشأتها مزمن تصف الغرن الحالي لقد تم تحضير كثير من مبيدات الهايدروكربونات الكلورينية أي كلورينيت هيدروكربون بيستسايد يدخل فيها الكلور طبعا في هذه التركيبات مثل DDT والألدرين والكلورودين والأندرين وهبتوكلور هذه كلها أنواع من المركبات التي تدخل في تركيبها الكلور لهذه المبيدات أصار ضر على الإنسان والأسماك والحيوانات والطيور كذلك يمساويها مثل السمية والتفكك البطيء وقابل الزوبان في الدهون أو ما يسمى بالفات صلبل وبذلك تتراكم وتتركز في الأنسجة الدهنية وهذا يعني أنها تتركز في جسم الإنسان والكائنات الأخرى وتسبب لها الأضرار وهنا نرى بشكل واضح DDT هو اختصار دايكلورو دايفينايل ترايكلورو إيثين وهنا ترمز بشكل اللي يسمى بالبول بالبولانستيك استركشا أي نظام العصى والكرة الموجودات وكل لون يوضح شيء معين أنه الهايدروجين وهذا اللون الرمادي أو الأبيض واللون الأسود هنا لزرة الكربون وزرة الكلور بشكل أخضر هنا موزعة بهذا الشكل أنه هناك حوالي خمسة زرات كربون في الدهي تي وقلنا هو اختصار للديكلورو دايفينايل ترايكلورو إيثين